على صعيد آخر وتقديرا لجهود مكتب نورسات الأردن بتغطيته لفعاليات مؤتمر الطبيبة العربية الأول والأردنية الثاني قدمت الدكتورة ميسمع كروش رئيسة مؤتمر الطبيبات الأردنيات والدكتورة سوها خليفة درعا تكريميا لمديرة المكتب الإقليمي لفضائية نورسات الأردن وفلسطين الدكتورة باسم السمعان وذلك لجهودها المتميزة في التغطية الإعلامية لفعاليات المؤتمر الذي عقد مؤخرا في العاصمة عمان تحت عنوان وقاية وقيادة وتحديات وأكدت الدكتورة السمعان خلال اللقاء الذي تم في مكتب نورسات على أهمية دور تمكين المرأة في الإعلام وضرورة الاهتمام بنشر وتغطيات الأخبار الكنسية في المملكة ومن جانبها عبرت الدكتورة عكروش عن شكرها لفضائية نورسات وقالت تشرفنا اليوم بزيارة قناة نورسات ودكتورة باسم السمعان والفريق الرائع لتكريمهم لدعمهم ومشاركتهم الواضحة جدا بحضور ومشاركة وتصوير وبث عن مؤتمر الطبيب العربية الأول الأردنية الثاني الذي كان بفندق الانتركنتينتل بنهاية شهر عشرة عام 2022 حيث كان حضور مميز لطبيبات من الـ 22 دولة العربية وكما عهدنا من نورسات دائما صباقون ودائما مميزون ولهم حضور في كافة الفعالات التي ترفع اسم الوطن في المحافل العربية والدولية وأيضا بهذا الحدث بالذات كان لهم دور كبير بتحقيق ما نصبوا إليه وهو رفع شأن المرأة وتمكن المرأة كما يتماشى مع الرؤية الملكية وهذا الآن النهج في المملكة شكرا لنورسات شكرا لكم وشكرا للأردن اللي دائما بتكون حاضمة كل العرب ويشار أن مؤتمر الطبيب العربية الأول والأردنية الثاني الذي حضرته الدكتور السمعان في نادي الملك حسين أطلق برنامج الكلية الملكية للأطباء العالمي للنساء القياديات بهدف تمكين المرأة في مختلف المجالات وعلى وجه خصوصي في المجال الطبي